بيبدأ الفيلم ببنت صغيرة جميل او جوه عقل البنت دي بتظهر بهجة وبمجرد ما بهجة بتدوس على الزر اللي قدامها البنت الصغيرة بتضحك وبتبقى مبسوطة وبيفرح بيها باباها ومامتها وبيقراروا ان هم يسموها رايلي وفاجأة بتظهر كرة مضيئة وبهجة بتمسكها وبتعرف ان الكرة دي هي الذكرى الاولى الرايلي وطبعا بهجة بتبقى سعيدة ومبسوطة باللي بيحصل وبتدوس على الزر اللي بيخلي رايلي مبسوطة هي كمان ومرة واحدة بهجة بتكتشف وجود الحزن اللي بتدوس على الزر وبتخلي رايلي تعيط وبتعد مدة وبتقبل رايلي وجود مخة بنشوف الخوف اللي بيخلي رايلي تعدي من على السلك بكل حذر ولما والد رايلي بييجي وكلها بروكل بتظهر شمئزاز وبتخلي رايلي ترم الطبق بعيد وكمان بنشوف الغضب اللي بيتعصب من اللي بيحصل وبيخلي رايلي تصرخ وهي متضايقة وبنعرف ان الخمس مشاعر دول هم اللي بيكونوا شخصية رايلي بعد كده بهجة بتعرفنا على الزكريات بتاعة رايلي وبيتبقى فخورة لان معظم الزكريات دي هي المتسببة فيها وكمان بتورينا الزكريات الخامسة الاساسية اللي بتبقى كل واحدة فيهم حاجة اساسية حصلت في حياة رايلي وبتعرفنا ان الزكريات الاساسية بتروح لمكان مختلف عن باقي الزكريات وبتكون جزيرة بتأثر على شخصية رايلي المستقبلية وبتقولينا ان رايلي عندها خمس جزر واول واحدة هي جزيرة المرح واللي بتخلي رايلي تتصرف بجنون مع بواها والتاني جزيرة هي جزيرة الهوك واللي بتبقى الذكرى بتاعتها اول هدف لريلي جابيته في بباها. وجزيرة الصراحة واللي بتخلي ريلي متجدبش نهائيا وفي الاخر خالص جزيرة العائلة واللي الذكريات بتاعتها بتبقى الريلي مع بباها ومميتها. وبتعدي الايام وبتقبل رايل اكتر وبنشوف انها بتقضى وقت جميل مع بباها وممتها وكمان مع صاحبتها وبنعرف انها موهوبة في الهوك وكل زميلها بيحبوها وبيحيوها وبعد ما اليوم بيخلص بتودع باباها ومامتها علشان تروح تنام. وبنشوف بهجة اللي بتبقى مبسوطة لان معظم ذكريات رايل بتبقى بهجة وسعادة. بعد كده بتدوس على زر بيحرك كل الذكريات اللي بتتسحب وبتتنقل للمغزن اللي موجود في كل الذكريات القديمة. وتاني يوم الصبح بهجة وكل المشاعر بينصدموا لما بيعرفوا ان رايل وعيدتها ينقلوا المكان جديد. وفعلا بيقضوا العروية وبينطلقوا وبيفضلوا ماشين مدة طويلة لحد لما بيوصلوا لسان فرانسيسكو. وبنشوف بهجة وهي بتحاول تطمن كل المشاعر وبتعرفهم ان اكيد بيتهم الجديد هيكون جميلة وبتفضل توريهم تخيلات للبيت ده. وبمجرد ما رايل بتوصل للبيت الجديد بتنصدم من شكله لانه قديم. وبتنصدم اكتر لما بتدخل جوها وبتلاقي فاضي وبتطلع للقودة بتاعتها وبتبقى حزينة. وطبعا بهجة بتحاول تسيطر على الوضع وبتخلي رايلي تتخيل ان القودة هتكون جميلة لما تحط فيها الاساس. وساعتها رايلي بتنزل علشان تجيب الاساس بس بتحزل لما بتعرف ان الاساس مش هيوصل غير بعد كم يوم. وطبعا كل المشاعر بتتدايق وبيفضلوا يلعبوا في لوحة التحكم وبيكونوا ذكريات كلها خوف وقلق. بس سباهجة بتجي لها فكرة وبتحطها في لوحة التحكم وساعتها رايلي بتستخدم ورقة وبتلعب هوكي مع باباها ومامتها. وطبعا الاب والام بيفرحوا وبيلعبوا مع رايلي وهم سعدة جدا ومبسوطين. لكن فجأة بتيجي مكلمة للأب وبيودع رايلي ومامتها وبيمشي علشان يروح الشغف. اللحزة دي الحزن بتبقى عايزة تلمس لوحة التحكم علشان تخلي رايلي تعايد بس بهجة بتمنعها. وبديلها فكرة وبتخلي رايلي تتماشى مع مامتها في المدينة وبيفضل ويفتكروا ذكرياتهم مع بعض لما كانوا بيتصوروا مع تماثيل الديناصورات. بس فجأة الزكرة دي بتبقى حزينة وده لانه حزن لمستها وحاولت لونها للازرق. وطبعا بهجة وبال مشاعر بينصدموا من اللي حصل لانه كل لما رايلي هتفكر الزكرة دي هتحزن. فحزن بتعتذر لهم عن اللي حصل وبتقول لهم انها مش عارفة هي عملت كده ليه. وبمجرد ما بتقرب ايديها من زكرة اساسية بتبقى هتغير لونها لكن بهجة بتمنعها وبترجع الزكريات لمكانها. فحزن بتتدايق من تصرفاتها وبتعتذر لبهجة مرة كمان وبتبقى شايفة انها مش مفيدة على الاطلاق. بس بهجة بتطمنها وبتحقق تفكرها بذكريات سعيدة الريلي علشان تفرحها. لكن حزن بتبقى شايفة ان الزكريات دي حزينة وبتعيط وبتنهار وبتفهم بهجة ان العياد بيخليها تسترخي وتبقى احسن. فبهجة بتاخدها بتطلب منها تقرأ كتيبات الارشادات بتاعة العقل وبتفهمها ان الكتيبات دي ممتعة وبتسيبها وبتمشي. وبعد شوية بتدخل الام لقودة رايلي وبتوسيها وبتعتذر لها عن كل اللي حصل النهاردة وان هي وباباها بيحبوها جدا. فبتفرح كل المشاعر وخصوصا بهجة اللي بتخلي رايلي تشكر ممتها اللي بتودعها وبتسيبها وبتخرج. بعد كده رايلي بتنام وبتفرح كل المشاعر لان اخيرا اليوم ده خلص وبيسيبوا بهجة علشان تتحكم في احلام رايلي. وساعتها بهجة بتطلب ذاكرة من المغزن وبتخلي رايلي تحلم بذكرى ليها هي وباباها وممتها وهما بيتزلجوا على الجريد. وبتفضل بهجة تتزلج مع رايلي وهي سعيدة ومبسوطة وبتوعدها انها تخلي اليوم بكرة جميل. وتاني يوم بهجة بتصحي كل المشاعر وبتفكرهم ان النهاردة هيكون اول يوم لرايلي في المدرسة الجديدة. وبتفرح لما بتشوف قطر الافكار اللي بيوصلهم الافكار اللي هينفزوها النهاردة. بعد كده بهجة بترسم دايرة حوالي حزن وبتطلب منها ما تخرجش من الدائرة دي النهاردة خالص. اما رايلي بتودع باباها وممتها علشان هتروح للمدرسة وبتسيبهم وبتخرج. بعد شوية بتوصل للمدرسة وبتدخل الفصل وبتبقى قاعدة لوحدها ومتوترة. في الوقت دا الخوف بيعرف بهجة ان في كوارس كتير ممكن تحصل النهاردة ومنهم ان المدرسة تطلب من رايلي تعرفهم على نفسها. وفعلا بتدخل المدرسة وبتطلب من رايلي تعرفهم على نفسها فبينصدم الخوف من اللي حصل. بس بهجة بتسيطر على الوضع وبتخلي رايلي تتكلم مع المدرسة بكل هدوء وبفرح وبتعرفها انها من ولاية تانية. وبتقول لها ان في الولاية بتاعتهم فصل الشتاء بيبقى برد جدا لكنهم بيستغلوا البحيرة لانها متجمدة وبيلعبوا عليها هوكي. وساعتها بهجة بشغل ذكرى رايلي وهي بتلعب مع باباها ومموتها على البحيرة المتجمدة. بس فجأة رايلي بتحزن وهي بتتكلم وبنكتشف ان حزن لمست الذكرى وحولتها للون الازرق. فبتنصدم بهجة وكل المشاعر وبيحاولوا يشيلوا الذكرى دي بس بيتفاجئوا ان حزن لمست لحظة التحكم وخلت رايلي تعيط وسزمايلها. وفجأة بتظهر ذكرى اساسية باللون الازرق. فبتتدايق بهجة وبتاخد الذكرى دي وبتبقى عايزة ترميها. لكن حزن بتبقى عايزة تاخدها منها وبيفضلوا يتخنقوا هما الاتنين مع بعض وبالغلط بيوقعوا كل الذكريات الاساسية. وده طبعا بيخل الجزر الخامسة يدفو ده لان الذكريات الاساسية مش موجودين في مكانهم. والمصيبة ان الذكرى الحزينة بتتسحب وكمبان الذكريات الاساسية بتبقى هتتسحب وراهم لكن بهجة بتحاول تلحقهم. بس حزن بتتسحب وبتاخد بهجة معها في الانبوب وبتنصدم باقي المشاعر من اللي حصل. وبنشوف رايلي اللي بتفقد الاحساس وبتقعد في مكانها وهي مش حاسة ولا بحزن ولا بسعادة. وبنرجع لبهجة وحزن اللي بيبقوا بيتسحب في الانبوب اللي بياخدهم وبيخرجهم مست الزكريات. وطبعا بهجة بتاخد الزكريات الخامسة الاساسية وبتبقى مستغربة من شكل المغزن اللي بيبقى كبير جدا. وبتنصدم لما بتشوف ان الجزر الخامسة مطفيين وبتدايق الحزن من اللي حصل وبتفضل تعيط. بس بهجة بتطمنها وبتقول لها ان هما لازم يرجعوا للمكر الرئيسي وبالزكريات دي هيقدروا يصلحوا اللي حصل. وفعلا بيدخلوا لجزيرة المرح علشان يوصلوا من خلالها للمكر الرئيسي. في الوقت ده رايلي بتبقى بتاكل مع باباها ومامتها وهي حاسة بالملل ولا مبالاة. فمامتها بتحاول تفرحها وبتقول لها ان في اختبار بكرة اللاعبين الهوكي وانها لو حضرت الاختبار ده هتقدر تكون فريق جديد. وبنروح للغضب والشمئزاز والخوف اللي ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي ولما الشمئزاز بتستخدم لوحة التحكم بتخلي رايلي ترد بطريقة غريبة. فمامتها بتقلق وبتسألها عن اللي حصل النهاردة في المدرسة وكمان باباها بيتدخل وبيحاول يفهم منها. فالغضب بيتدايق وبيستخدم لوحة التحكم وبيخلي رايلي ترد على باباها بطريقة مش كويسة وبتطلب من باباها ومامتها يسكوتوا. فبيتعصى بالقب وبيتدايق وبيطلب من رايلي تطلع لقضتها وفعلا الرايلي بتسيبهم وبتمشي. وبنرجع لجزيرة المرح وهناك بنشوف بهجة وحزن اللي بيبقوا عايزين يمشوا على الممر اللي المفروض هيوصلهم للمكر الرئيسي. بس الممر ده بيبقى صغير وحزن بتفكر بهجة انهم بكده هيعدوا من فوق مكب نفايات الزاكرة وبتفهمها انهم لو ويعوا في المكب ده مش هيقدروا يخرجوا ابدا. ومع ذلك بهجة بتكرر انها تعدي من فوق الممر لكن وهي ماشية بتبقى هتوع وبتلحق نفسها على اخر لحظة. في الوقت ده يا رايلي بتبقى حزينة وبيجي باباها وبيوسيها وبيعتذر لها عن اللي حصل وبيحاول ان هو يلعب معها ويفرحها. بس رايلي بتبقى متضايقة وما بتدهوش اي اهتمام وساعتها جزيرة المرح بتبدأ طنهار. فبهجة بتجري بسرعة من على الممر وبتاخد حزنه وبيخرجه من جزيرة المرح اللي بتنهار وبتوع في مكب النفايات. وطبعا بهجة بتحزن بسبب اللي حصل. وكمان الحزن بتفهمها ان ممكن كل الجزر طنهار لو ما رجعوش للمكر الرئيسي في اسرع وقت. اما رايلي ما بتتفعلش مع باباها اللي بيعتذر لها تاني عن اللي حصل وبيسيبها وبيخرج. وبنرجع لبهجة اللي بتفرح لان رايلي نامت وبتفهم حزن انهم لازم يروح لجزيرة الاصدقاء علشان يعدوا من خلال الممر اللي هناك. بس بينصدموا لما بيلاقوا ان الطريقة هيبقى طويل وفيه متهات كتير واحتمال انهم ما يقدروش يوصلوا. ومع ذلك بهجة بتاخد حزن وبينطلقوا. وبعد مدة بنشوف بهجة اللي بتبقى تعبت من الطريق وموصلتش لجزيرة الاصدقاء. وكمان بتصحى من النوم. وفاجأة بتسمع صوت غريب وبتروح لمصدر الصوت وبتتفاجئ بعمال الزاكرة اللي بيبقوا بيتخلصوا من الذكريات اللي ملهاش لازمة. فبهجة بتستغرب من اللي بيعملوه وبتسألهم ازاي تقدر توصل لجزيرة الاصدقاء. في الوقت ده يا رايلي بتبقى بتتكلم مع صحبتها وبتعرف منها اللي حصل في مبارات الهوكي. وكمان صحبتها بتقول لها ان هم جابوا بنت جديدة علشان تلعب مكانها والبنت دي موهوبة جدا. وبمجرد ما الغضب بيسمع الكلام ده بيتعصب وبيستخدم لوحة التحكم وبيخلي رايلي تنهي المكالمة مع صحبتها. وبنرجع لبهجة اللي بتنصدم لما بتشوف جزيرة الاصدقاء بتنهاره وبتوع في مكب النفايات هي كمان. ومع ذلك ما بتستسلمش وبتسحب حزن وبتاخدها وبينطلقه علشان يروح لجزيرة الهوكي. وفجأة بهجة بتشوف وبتجري وراه ولما بتقرب منه بتكتشف ان هو صديق رايلي الخيالي. فبتعرفه على نفسها وبتطلب منه يساعدهم علشان يوصلوا للمقر الرئيس وفعلا بيوافق وبياخدهم وبينطلقوا. وهم مشيين بهجة بتفتكر ذكريات رايلي وهي صغيرة لما كانت بتلعب مع وبتفتكر كمان العربية اللي كانت بتشتغل وبتطير لما هم بيغنوا. بعد كده بيفض الشنطة بتاعته من الحاجات الكتير اللي كانت فيها وبيخلي بهجة تحط جواها الذكريات الاساسية. وبمجرد ما بيشوف قطر الافكار بتجيلوا فكرة وبيقول لبهجة ان في محطة موجودة في ارض الخيال. ولو راحوا لهناك هيقدروا يركبوا القطر اللي هيرجحهم للمكر الرئيس بسرعة وبيفهمهم ان هو عارف طريق مختصر. وبياخدهم وبيطلب منهم يدخلوا من باب هيوصلهم لارض الخيال بس حزن بتحذر بهجة من الطريق اللي هيمشوا فيه وبتقول لها ان المكان ده خطر لانها قارت عنه فكتيب الارشادات. لكن بهجة ما بتهتمش بكلامها وبتدخل من الباب وطبعا حزن بتدخل وراها هي كمان. وبعد شوية المكان بينور وكل حاجة بتطير وشاكل وبهجة وحزن بيتغير. فبيترعبوا من اللي حصل وبيجروا بسرعة علشان يخرجوا من الباب اللي هيوصلهم لارض الخيال. وبيتفاجئوا لما بيشوفوا ان القطر وصل للمحطة وبينطلقوا باقصى سرعة علشان يلحقوه. وبيقدروا ان هم يتحولوا الاشكال تانية وبيخربوا من الباب على اخر لحزة. لكن للاسف ما بيلحقوش يركبوا القطر وبيرجعوا الاشكالهم الطبعية مرة تانية. وطبعا باهجة وحزن بيتضايقوا من اللي حصل بس بينج بيطمنهم وبيعرفهم ان في محطة قريبة وبياخدهم وبيدخلوا لارض الخيال. وبتنبهر باهجة بكل حاجة بتشوفها وخصوصا السحابة اللي بيطير بيها في الهواء وبيفرح لما بيلاقي العربية بتاعته. وبينبهروا هم التلاتة لما بيشوفوا الالة اللي بيخرج منها فتاة احلام في الوقت ده رايلي ومامتها بيبقوا في الملعب ورايلي بتستعد علشان تشارك في مبارات الهوكي. وجوه المقار الرئيسي الخوف بيحط ذكره في مكان الذكريات الاساسية علشان يشاغل جزيرة الهوكي. لكن للأسف الفكرة بتفشل ورايلي ما بتقدرش تلعب هوكي بطريقة كويسة. وكل لما الخوف بيحاول يحط ذكريات جديدة بيترم وبيتزق في الازاز والذكريات بتغبطه. وطبعا رايلي ما بتقدرش تسجل هدف وبطوع على الارض وبتخرج من الموراة وهي متضايقة ومتعصبة وبتطلب من مامتها يمشوا من هنا. وبسبب اللي حصل جزيرة الهوكي بتنهار وبطوع في مكب النفايات مع باقي الجزر. وطبعا بهجة وحزن بيتضايقوا بسبب اللي حصل وبيبقوا عايزين يرجعوا للمقر الرئيسي بسرعة. وفجأة عمال الذاكرة بياخدوا العربية بتاعت بينجو وبيزقوها وبيرموها في مكب النفايات هي كمان علشان رايلي تنساها. فبيحزن بينجو وبيتضايق وبتجي بهجة وبتحاول توسيع علشان يوصلها لمحطة القطر. لكن بينجو بيبقى فاقد الامل نهائيا ومش عايز يتحرك من مكانه. بس حزن بتوسيه وبتعتذر له عن اللي حصل للعربية بتاعته وبتفكره بذكرياته مع رايلي. فبيحزن بينجو وبيحضن حزن وهو يعايد بعد كده بيسترخي وبيقول لهم انه بقى وايسوا بينطرجوا علشان يكملوا طريقهم. فبتستغرب بهجة من اللي حصل وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لمكان القطر وبيركبوا فيه على اخر لحزة. وطبعا بهجة وحزن بيبقوا مبسوطين جدا لانهم اخيرا هيرجعوا للمقار الرئيسي. وفي المقار الرئيسي الغضب بياخد واحدة من الافكار وبيقول لش مئزاز وخوف انهم لازم يرجعوا لبيتهم القديم. وساعتها رايلي هتقدر تكون ذكريات سعيدة جديدة لان من وقت ما وصلوا لسان فرانسيسكو رايلي حاسة بالحزن. لكن الخوف بيرفض الفكرة دي وبيقدر يكنع القضب وليش مئزاز ان هما ما نفزوهاش دلوقتي. وبينشوف رايلي اللي بتنام وطبعا لانها نامت قطر الافكار بيوقف مكانه وبهجة واللي معها ما بيقدروش يكملوا طريقهم. وبالصدفة بهجة بتشوف المكان اللي بيتعمل في الاحلام وبتجي لها فكرة وهي انهم يصحوا رايلي من النوم. وبيدخلوا لمكان الاحلام وبيستكشفوهم منبهدين وبيفكروا ازاي هيقدروا يصحوا رايلي من النوم. فحزن بتقترح ان هما يخلوها تحلم بكابوس وساعتها تصحى من النوم وهي مغضودة بس الفكرة دي ما بتعجبش بهجة. وبتكرر انها تخلي رايلي تحلم حلم جميل جدا يخليها تصحى من النوم من كتر حلاوة الحلم. وبتدي الشنطة اللي فيها الذكريات الاساسية وبتطلب منه يحافظ عليها مهما حصل. وفي المكر الرئيسي بنشوف الخوف اللي بيبقى بيتفرج على احلام اللي بتبقى مملة جدا بالنسباله. وفجأة بتدخل بهجة وحزنه هم متنكرين في زي كلب والزي ده بيخليهم يظهروا زي ما يكونوا كلب حقيقي. فس للأسف بتفضل نايمة ومؤشر الصحيان من النوم ما بيتحركش من مكانه. وفجأة الزي بيتقطع وبيترعب الخوف لما بيشوفوا ان الكلب بيجري ورا نصه التاني. وبمجرد ما بهجة بتشوف ان المؤشر تحرك من مكانه بتفرح لانهم بكده هيصحوا رايلي. لكنهم بيتسببوا في مشاكل كتير في ما كان الحلم وبتيجي الشرطة وبتوبد على وبتاخدوا وبتمشوا وبتروح بهجة وحزنه وراه. وبيشوفوا ان الشرطة اخدوا للمكان اللي بيتحبس في الكوابيس والحاجات اللي رايلي بتخاف منها. وطبعا بهجة وحزن بينزلوا بيقربوا من المكان علشان يقدروا يحرروا بنجو ويسترجعوا الذكريات الاساسية اللي معاه. وحزن بتجيلها فكرة وبتتسلل هي وبهجة من ورا الحراس وبيمثلوا عليهم ان هم كانوا بيحاولوا يهربوا. وساعتها الحراس بيدخلوهم جوة المكان وطبعا بهجة بتبقى منبهرة من اللي حزن عملته. وبيترعب وهم الاتنين من شكل المكان المخيف وبيفضلوا يدوروا على بنج. وبمجرد ما يشوفوا الحلويات على الارض بيفضلوا ماشيين وراها الحد لما بيوصلوا البنج اللي بيبقى محبوس في قفص من البلالين. وبيترعب ولما بيلاقوا القفص ده موجود فوق مهرج نايم فبتتسلل بهجة وبتطلع فوق المهرج وبتاخد شنطة الزكريات من بعد كده بتساعدوا وبتخرجوا من القفص وبينزلوا هما الاتنين من على المهرج. وفجأة بهجة وحزن بتجيلهم فكرة علشان يصحوا رايلي من النوم وبيروحوا هما الاتنين يدوسوا على مناخر المهرج. وبمجرد ما المهرج بيصحى من النوم بهجة وحزن بيترعب وبيقولولوا ان هم عارفين مكان حفلة عيد ميلاده وبيخلوا يجروا براهم. وساعتها المهرج بيكسر الباب وبيروح لمكان الاحلام وبيرعب كل اللي موجودين. وطبعا اول لما الخوف بيشوفه بيصرخ وبيخلي رايلي تصحى من النوم. فبتفرح بهجة واللي معها وبيجروا بسرعة وبيروح يركبوا في القطر اللي بياخدهم وبينطلق. وبنشوف الغضب والشمئزاز اللي بيصحوا من النوم وبيلاقوا ان الخوف مرعوب بسبب الكوبيس والاحلام الغريبة اللي شافها مبارح. فبيتعصى بالغضب وبياخد فكرة الرجوع للبيت القديم وبيحطها في لحة التحكم. وساعتها رايلي بتستخدم الجهاز بتاعها وتعرف معد الباص اللي هيرجحها للولاية اللي هي كانت عيشة فيها. وكمان الغضب بيفهم الاشمئزاز والخوف ان هم يسرقوا الكريدت من محفظة والدة رايلي علشان يقدروا يسفروا. في الوقت ده بنشوف بهجة وحزن وبينجو هم في القطر اللي في طريقه للمكر الرئيسي. وبالصدفة بهجة بتشوف ذكرى قديمة رايلي وهي بتحتفل مع اصدقائها بعد مباراة الهوكي. بس حزن بتعرفها ان في اليوم ده رايلي كانت حزينة علشان هي كانت السبب في ان الفريق بتاعها يخسر المباراة. فبتستهرب بهجة لانها شايفة ان رايلي كانت سعيدة وبتحتفل مع اصدقائها. وبنروح لرايلي اللي بتتسلل وبتفتح الشنطة بتاعت مامتها وبتاخد منها الكريدت وبترجع لقضيتها تاني. وبسبب اللي هي عملته جزيرة الصراحة بتنهار وبتدمر الطريق اللي القطر ماشى عليه. وطبعا القطر بيتريم على الحفة وبيبقى هيوع في مكب النفايات. بس عمال الذاكرة بيجروا بسرعة وبالحقق بهجة وحزن وبنج على اخر لحظة. وبنشوف رايلي اللي بتبقى جمعت كل حاجتها وقررت فعلا انها ترجع لبيتهم القديم. في الوقت ده بهجة واللي معها بينطلقوا علشان يروح لجزيرة العيلة وقبل ما يوصلوا لها الجزيرة بتبدأ تنهار. وبالصدفة بهجة بيشوف انبوبة التذكر اللي بتسحب الذكريات وبتوديها للمكر الرئيسي. فبتجي لها فكرة وبتكرر انها تدخل في الانبوب ده وبيجروا بسرعة قبل ما المكان ينهار. في اللحظة دي رايلي بتنزل منقضتها على اساس انها رايحة للمدرسة وبتخرج من البيت. اما بهجة واللي معها بيوصلوا الانبوب التذكر لكن بهجة بتنصدم لما بتلاقي ان الذكريات بتتحول لنون الازرق ودعي لانه حزن قربت منها فبتعتذر لها وبتتخلى عنها وبتسيبها وبتطلع في الانبوب اللي بيسحبها. لكن للاسف المكان بينهار والانبوب بيتكسر وبهجة بتوع في مكب النفايات وكمان بينج بيقع وراها. ولما بهجة بتوصل للقاع بتكتشف ان المكان عبارة عن ملايين الذكرات المنسية وبالرغم من كده ما بتستسلمش وبتحاول انها تخرج. وبنشوف بينج اللي بيكتشف ان هو بدأ يتلاشى وبيروح لبهجة وبيحاول يشرح لها ان هم مش هيقدر يخرجوا من هنا مهما حاولوا. وبالصدفة بهجة بتلاقي الذكرى الاساسية الحزينة الرايلي لما عيطت في المدرسة. وبتمسك ذكراتها القديمة وبتعيط وبتقول ان كل اللي هي عايزة ان رايلي تكون سعيدة مش اكتر. وهي بتعيط بتشوف الذكرى بتاعت رايلي لما اصدقائها كانوا بيحيوها رغم انها السبب في خسرتهم المباراة. ولما بتحاول تمسح الدموع بتلاقي ان الذكرى لونها تغير للازرق وبتشوف ان رايلي كانت بتعيط قبل ما تحتفل مع زميلها. بس باباها ومامتها جموا وسوها واقنعوها تعتزل لزميلها اللي حيوها واحتفلوا بيها. وساعتها بهجة بتفهم ان لما رايلي كانت حزينة باباها ومامتها جمعة لشان يهدوها وبتفهم ان الحزن علامة على طلب المساعدة. فبتتحمس وبتقول لبينج ان هما لازم يخرجوا من هنا بسرعة وبتجيلها فكرة وبتغني وبتخلي بينجي يغني معاها. وده طبعا بيخليهم يعرفوا ما كان العربية الطائرة اللي بتنوره وبيروحوا يخرجوها من وسط الذكريات. بعد كده بيركبوا في العربية هم اللي اتنين وبيتزلجوا بيها من على جبل وهم بيغنوا. فالعربية بتنطلق باقصة سرعة وبتر بيهم عالي في السماء لكن للاسف ما بتقدرش توصل بهجة وبينجي للحفة وبتقع بهم تاني. وبالرغم من كده بيرجعوا يحاولوا من اول وجديد لكن برضو العربية ما بتقدرش توصلهم للحفة. ومع ذلك ما بيستسلموش وبيرجعوا يحاولوا مرة تالتة والمرة دي بيغنوا بصوت عالي والعربية بتنطلق بسرعة كبيرة. وقبل ما العربية تطير بنجي بينط من غير ما بهجة تاخد بالها والعربية بتطير عالي وبتوصل بهجة للحفة. فبتنصدم بهجة لما بتكتشف ان بنجي ما كانش معاها وبتبص عليه هو في مكاب النفايات. وبتحزن لما بيختفي من قدامها وبتوعدوا انها تنقذ رايلي مهما حصل وبتنطلق. وبنروح لوالد ووالدة رايلي اللي بيقلقوا لان بنتهم لسه ما رجعتش من المدرسة وكمان حاجتها مش موجودة في القوضة. وبنشوف رايلي وهي ماشي في الشارع وفجأة مامتها بترن عليها بس الغضب هو اللي بيبقى متحكم في كل حاجة وبيخلي رايلي ما تردش على مامتها. وبتفضل رايلي ماشي لحد لما بتوصل للمحطة وبتبقى على وشك انها تركب الباص. في اللحزة دي الغضب وليش مئزاز والخوف بيفهموا ان دي كانت فكرة مجنونة وبيحاولوا يخرجوها من لوحة التحكم. لكنهم ما بيقدروش والمصيبة ان لوحة التحكم بتبدأ تتغير لللون الاسود فبينصدهم اكتر وبيحاول ان هما يحسسوا رايلي بالخفقة وبالغضب لكن رايلي بتبقى فقدت الاحساس تماما وبتركب في الباص وبتقعد في مكانها. في الوقت ده بهجة بتبقى بتدور على حزن في كل مكان وبتقدر توصلها لكن حزن بتسيبها وبتجري. ولما بهجة بتروح وراها بتلاقي حزن طايرة باستخدام سحابة وبتفضل تعيط وساعتها بهجة بتجيلها فكرة وبتروح لفتاة احلام رالي وبتحبسه في الشنطة بتاعتها وبتحط الشنطة في مكان معين وبتخلي الجهاز يخرج كتير منه وبيقعوا كلهم في الشنطة وبتجري بسرعة وبتاخد بالون وبتخرج الهواء اللي فيه وبتخلي السحابة تاخد حزن والطير بعيد بعد كده بترجع تاخد الشنطة وبتقرب من جزيرة العيلة اللي بتبقى ما نهرتش بالكامل وبنشوف انه حزن طايرة جنبها وساعتها بهجة بتقلب الشنطة وبتخرج كل نسخ فتأ احلام رالي منها وبتطلع عالي جدا بعد كده بتخلي النسخ توقح على المقلع اللي بيطيرها بعيد وبتاخد حزن وبينطلقوا وبيغبطوا في المكر الرئيسي وبمجرد ما الغضب واللي معاه بيشوفوهم بيحاولوا يكسروا الازاز علشان يدخلوهم لكنهم بيفشلوا بس شمئزاز بتجيلها فكرة وبتفضل تستفز الغضب اللي بيتدايق وبيخرج نار كتير فبتستغل النار دي وبتعمل الفتحة في الازاز وبيساعدوا بهجة وحزن وبيدخلوهم للمكر الرئيسي وبينصدموا هما الاتنين لما بيلاقوا ان الباص اللي رايلي فيتحرج لكنه لسه موجود في المحطة فبهجة بتقول له حزن انها الوحيدة اللي هتقدر تساعد رايلي في الوقت ده وفعلا الحزن بتمسك الفكرة وبتلفها على اخر اللحظة وبترجع لوحة التحكم لطبعتها وبتخرج الفكرة منها وساعتها رايلي بتفوق وبتطلب من السواء يوقف وبتنزل من الباص وبتجري في الشارع وبعد شوية بترجع للبيت تاني وطبعا باباها ومامتها بيتطمنوا عليها وبيسألوها عن اللي حصل في اللحظة دي باجة بتروح تدي الزكريات الاساسية الحزن اللي بتمسكها وبتحولها لللون الازرق وبتبدأ الزكريات دي تتعرض قدام رايلي اللي بتحزن جدا وبتعيط وبتحكي لباباها ومامتها على اللي حصل معاها وبتفهمهم انها كانت عايزة تسافر علشان اشتاعت لبيتهم القديم وكل اصدقائها وكمان فريق الهوك بتاعها فباباها ومامتها بيوسوها وبيعرفوها ان هم كمان اشتاقوا لكل حاجة هناك وبيحضنوها هما الاتنين وساعتها بهجة بتدي الزكريات الاساسية الحزن اللي بتمسك ايديها وبيدوسوا هما الاتنين على لوحة التحكم مع بعض فرايلي بتفرح بعد ما كانت حزينة وبتحس بالامان وهي حضنة باباها ومامتها وفجأة بتظهر الزكريات اساسية جديدة باللون الحزن والبهجة مع بعض والذكرة دي بتمشي في مصار معين وبتعيد بناء جزيرة العيلة تاني وبتنبهر بهجة وحزن وكل المشاعر من اللي حصل وبعد مدة بنشوف ان هما كونوا ذكريات اساسية باللونين مع بعض وكمان بقى في جزر جديدة كتير وبتفرح بهجة وكل المشاعر بلوحة التحكم الجديدة اللي بتبقى اكبر من القديمة وبنشوف رايل اللي بتبقى بتستعد المباراة الهوكي وباباها ومامتها بيحيوها وبيشجعوها ولما رايلي بتبقى ماشي بتغبط في ولده بتحتزر له عن اللي حصل لكن الولد ده ما بيردش عليها علشان المشاعر اللي جواه بتبقى مصدومة لانهم اول مرة يتكلموا مع بنت فرايلي بتسيبه وبتمشي وبتدخل للمباراة وبتلعب بمهارة وبتنطلق بسرعة كبيرة وبنشوف بهجة وبقى المشاعر اللي بيبقوا مبسوطين لان رايلي بقى عندها اصدقاء كتير وبيت جديد وبيبقوا مقتنعين ان ما فيش اي حاجة غريبة هتحصل لرأيلي لما هتكمل اتناشر سنة وفي النهاء لو حابين تسمعوا ملخص الجزء التاني قولونا في التعليقات ووصولوا الفيديو الاكبر عدد ممكن من اللايقات سلام